في نظرة الاقتصادي غير تشاؤمية طبعا إلى واقع ملموس الآن على أرض الإمارات نجاح منقطع النظير في تقديري على أرض لم تعتمد على النفط كأساس يعني لم يقم الاقتصاد الإماراتي أو مسموعات الإمارات في العالم لم تبنى على حقول النفط وإنما كان هناك مشروعات لوجستية كان هناك مشروعات خدمية مشروعات تجارية وكما قال الأستاذ محمد الحمدي كان الإنسان هو محور هذه النهضة تقديرك وتعليقك على ما وصلت إليه الإمارات بنظرة إلى التفكير الذي جرى في سبعينيات القرن الماضي أهلا بك حبيب أنا برأيي نعم هناك ثلاث مدل في العالم مدل الاقتصادي كانت هي رقم واحد تايوان التي انفصلت عن الصين وأمور سياسية وهونج كونج التي أيضا انفصلت عن الصين لأمور سياسية وتجهت إلى بريطانيا وكان برأيي أن المدل الثالث هو الإمارات العربية التي لم تكن دخيلة من بلاد أخرى بالعكس اعتمدت اعتماد كامل على أبناء هذا البطن حقيقة أنا أقول مرة أخرى أن دولة الإمارات هي مدل في العالم ككل بهذا النمو انظر إلى ما يحصل الآن في عملية الاستثمار أو الناتج المحلي أو التطور التطور في كل جوانب الحياة في كل جوانب الحياة الاقتصادية وبالإضافة إلى ذلك كمان نشاهد أصبحت الآن الجامعات والمدارس والبنية التحتية في دولة الكويت في دولة الإمارات عبارة عن حوالي لو شاهدنا أن عدد سكان الإمارات وصل في هذا العام إلى 9 مليار 9 مليون 340 ألف 9 مليون 340 ألف انظر إلى مثلا دولة زي الإمارات دبي لوحدة لديها 58 ألف مليونير أبوظبي لديها رقم كبير جدا كل الباقي الإمارات ككل لديها هذا نوع من التطور كما تفضل وقال أنه عملية الاستثمار في الفرد انظر إلى الجامعات التي حصلت وبدأت الآن في دولة الإمارات الآن لديها أكثر من حوالي 55 جامعة في دولة الإمارات أنا برأيي هذا كل ناتج عن عملية رؤية واضحة ورؤية كبيرة وعملية تخطيط انظر إلى عملية حتى الميزانية لو شاهدنا إلى الميزانية الاتحادية التي في عام 2019 سوف تكون حوالي 60 مليار درهم ماذا يعني ميزانية الاتحادية ميزانية الاتحادية التي تقوم بها الاتحاد ككل للتعليم أيضا للصحة للجيش للأمن بالإضافة إلى باقي حوالي 7 إمارات كل إمارات لديها ميزانية خاصة لديها بالدولة وهذا عملية التطور انظر إلى عملية التجارة انظر إلى عملية الآن في كل القطاعات بدون استثناء حتى السياحة التي وصلت في هذا العام إلى حوالي في سنة 2018 ستصل إلى حوالي 16 مليون و 230 ألف سائح إلى دولة الإمارات إلى دولة الإمارات هذا من ناحية ناحية التانية أيضا برأيي أن التجارة انظر إلى الآن أكبر اقتصاد في العالم يتجه إلى دولة الإمارات انظر إلى عملية الاستثمار ما بين الصين وما بين الإمارات إلى هذا النمو الرهيب والكبير جدا هذا كله يدل على ذلك عملية أيضا هناك كما نعرف أن دولة الإمارات لديها حوالي 22 منطقة حرة منطقة حرة خدأ وصلت إلى عملية أن يستصل أن يقوم المستثمر بعملية الاستثمار وعملية إيجاد شركات عمليا بمئة بالمئة كانت في بعض المناطق حوالي 49% و51% لكن فيه هناك في المناطق الحرة وصلت إلى مئة بالمئة وهذا أيضا عملية الاستثمار انظر إلى الاستثمار الآن القوي وصل إلى الاستثمار في دولة الإمارات خاصة لو أخذنا مثلا دبي فقط لا غير مثلا دبي وصل فيها حوالية الاستثمارات في عام 2018 في الست شهور الأولى وصل إلى حوالي 17 مليار درهم بين فقط لا غير ما بين الاستثمار الأجنبي ودخول الآن أصبحت جاذبة للاستثمار بكل معنى كلمة جاذبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر